بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثالث الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر أحمد محروس أستاذ اللغة الإنجليزية إن شاء الله النهاردة هنحل ونشرح لسون 5 الدرس الخامس إحنا شغالين من كتاب المعاصر طبقا لأحدث تعديلات كتاب الوزارة للعام الدراسي 20-24 تعالوا كده نبدأ نشوف لسون 5 الدرس الخامس بيتكلم عن إيه لسون 5 هنا ماث بيتكلم عن الرياضيات وبالتحديد بيتكلم عن القياسات اكرأ وتعلم تعالوا كده أول حاجة هنا سنتيمتر طبعا كلنا عارفينه بنقوله سنتيمتر ولكن في اللغة الإنجليزية اسمه سنتيمتر سنتيمتر ينفع أول ميتر وينفع أول ميتر سنتيمتر اللي هو السنتيمتر الواحد اختصاره سي أم لكن عندي هنا السنتيمتر الواحد اللي هو سنتيمتر في عشرة مليمتر تن مليمتر تن مليمتر والمليمتر اختصاره أم أم يبقى أنا عندي cm اختصار لcentimeter mm اختصار لمليمتر والcentimeter الواحد فيه 10 مليمتر هنا أصبع finger لكن أصبع الإبهام thumb وهنا الbe silent لا تنطق يبقى finger وهو أصبع لكن أصبع الإبهام thumb thumb with th تنطق thumb طيب ننزل تحت هنا نستطيع أن نستخدم مصطرة قياس بوحدات سنتيمتر في القياس يعني إيه الكلام ده جايب لهنا مصطرة أهوت وعايز يقيس الألم دعالوا نشوف كده قلم الرصاص لما نقيسوا بالمصطرة هيكون قدئي بص هنا كده هذه أخير الألم تمام طيب نعد كده مع بعض zero one two three four five six seven eight 8 سنتيمتر لكن في بعد كده هنعد المليمتر one two three four five 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 مليمتر my pencil column is eight point five centimeters يبقى أنا بقول السنتيمتر الأول يبقى هنا eight centimeters point اللي هي النقطة وبعد كده بعد المليمتر eight point five centimeters كده تعالوا نشوف الألم الجاف let's count يلا كده نعد مع بعض zero one two three four five six seven eight nine هنا بالسنتيمتر فقط مفيش مليمتر my pen column الجاف is nine centimeters 9 سنتيمتر أوكي تعالوا نشوف هنا اليد هنا بيز الفينجر my finger is طوله قد إيه أو وحدة قياسه five point four centimeters خمسة سنتيمتر واربعة مليمتر أوكي طب وبالنسبة للثام لأصبع الإبهام my thumb is four point two centimeters أصبع الإبهام أربعة سنتيمتر واثنين مليمتر أوكي هنا بيقولي لاحظ أن حرفين is you في كلمة measure ينطقون مثل حرف measure measure أوكي measure حرف البي في كلمة thumb صامت لا ينطق thumb أوكي تعالوا كده نحل التدريبات على الدرس الخامس look and complete أنظر وأكمل أنا عندي هنا ولدين وبنتين عادل ومنال واحمد ونور أوكي تعالوا نشوف عادل طوله قد إيه 130 سنتيمتر طب أقولها إزاي بالإنجليش بنقرأ الأرقام الكبيرة الأول هنا بيقولي 130 يبقى 100 100 130 130 130 سنتيمتر أوكي طب بالنسبة لمنال 127 سنتيمتر طب نقرأها إزاي بالإنجليش بنقرأ الأرقام الكبيرة الأول يبقى عندي هنا المية الكبيرة يبقى يبقى نقرأ العشرات الأول 127 127 127 127 بالنسبة لأحمد بالنسبة لأحمد 130 سنتيمتر زي عادل بالزبط 130 سنتيمتر أوكي آخر حاجة عندي نور 120 سنتيمتر 120 سنتيمتر أوكي طب تعالوا تحت هنا بيقول لي هنا منال is طو منال طولها قد إيه فين منال هذه منال 127 سنتيمتر يبقى نكتبها هنا منال is 127 سنتيمتر أوكي نور نور هذه هنا نور نور طولها قد إيه 120 سنتيمتر نور is 120 سنتيمتر أوكي نور ثري أحمد أحمد طوله كام 130 سنتيمتر أحمد is 130 سنتيمتر طول أوكي طول يعني طول رأسي تمام آخر حاجة عندي عادل عادل طوله قد إيه عادل نفس طول أحمد بالزبط 130 سنتيمتر 130 سنتيمتر أوكي تمام طب ننزل نور 2 read and choose نقرأ ونختار الإجابة الصحيحة نور 1 my thumb is 4.2 أصبع إبهامي بيكون 4.2 متر 4.2 سنتيمتر 4.2 مليمتر أوكي أصبع الإبهام نور 1 this is my hand this is my hand هذه يدي أوكي هانا فين؟ في غرفة المعيشة تساعد مامتها في تنظيف المطبخ الأم سعيدة جدا هنختار هانا والأم بينظفوا الحديقة المطبخ حجرة المعيشة نبص فوق هنا هانا هانا is in the living room she helps her mom clean the kitchen بتساعد مامتها في تنظيف المطبخ يبقى عندي هنا الإجابة الصحيحة kitchen أوكي هانا and mom clean the kitchen هانا ومامتها بينظفوا المطبخ number B answer the following تعالوا نجاوب السؤال ده how does mom feel كيف تشعر الأم آخر جملة بيقول لي mom is very happy سعيدة جدا يبقى نكتب له هنا إن الأم تشعر بالسعادة طب نكتبها إزاي mom feels happy أوكي وهنا ضفنا S عشان الأم مفرد أوكي number two هنا writing الكتابة step one الخطوة الأولى كن بترتيب الكلمات لتكون جمل صحيحة number one هنبدأ هنا بالفاعل amira and mom amira والأم بيعملوا إيه بقى prepare the lunch box يجهزون صندوق الغداء أوكي amira and mom prepare the lunch box number two mom mom cutts cutts mom cutts cutts أمي تقطع الغزر number three she likes تحب helping her mom مساعدة والدتها she likes helping her mom هي تحب مساعدة والدتها طب ليه كده فوق ثاني كده على يمين step two الخطوة الثانية هنقرأ الجمل ونكملها بالكلمات الموجودة عنده هنا فوق helping معنى يساعد prepare and mom and mom amira and mom amira and mom space and mom amira and mom space space the lunch box amira and mom and mom she likes helping her mom هي تحب مساعدة والدتها okay step three الخطوة الثالثة هنكتب هنا فقرة انشائية صغيرة من حوالي ثلاثة جمل عن اي بقى my healthy lunch box صندوق الغداء الصحي الخاص بي اوكي تعالوا نشوف هنكتب اي i help my mom prepare my lunch box انا اساعد والدتي في اعداد او تجهيز صندوق الغداء الخاص بي تمام number two i wash the vegetables and fruit بغسل ايه الخضروات والفاكهة number three mom cuts the carrots and cucumbers امي او الام تقطع الجزر والخيار اوكي يبقى انا عند هنا ثلاث جمل عن my healthy lunch box صندوق الغداء الصحي الخاص بي اوكي تعالوا بعد كده نحل التدريبات على الوحدة الاولى اوكي number one listen and write the missing sound هاقرأ الكلمات وبعد كده هنكتب الحروف الناقصة اوكي number one team t e a m اوكي number two b b double e اوكي number three sleep s l double e p number four meet m e a t m e a t let's go to the kitchen هيا بنا نذهب الى المطبخ طب احنا هنروح المطبخ ليه؟ اكيد جعانين يبقى لي انت اشعر بالاي؟ بالجوع i feel hungry اشعر بالجوع ردت عليها تالية me too وانا ايضا اوكي number three هنقرأ ونكمل الناس بالكلمات الموجودة فوق sandwich اللي هو sandwich hungry جوعان homework واجب منزلي اماني and selma are in the kitchen اماني وسلمة في المطبخ selma feels thirsty and selma تشعر بالعطش وايه كده؟ اكيد بالجوع يبقى جوعان hungry اوكي اماني is very kind اماني طيبة او عطوفة جدا she makes a عملت ايه كده؟ for selma لسلمة she gives selma some juice too واعطتها ايضا بعض العصير هتعمل لها ايه؟ sandwich ولا homework واجب منزلي اكيد هتعمل لها sandwich اللي هو sandwich اوكي نطقه الصحيح اسمه sandwich ولكن احنا بنقول عليه sandwich اوكي number four تعالوا بقى كده نرتب الكلمات لكي نعصل على جملة صحيحة number one قلنا طبعا بنبدأ بالفاعل وقلنا الفاعل لاما اسم او ضمير هنا ضمير اي اللي هو انا اي don't like انا لا احب to drink cola ان اشرب المياه الغزية i don't like to drink cola لا احب ان اشرب الكولا number two it's healthy من الصحي to eat fruit ان تأكل الفاكهة it's healthy to eat fruit من الصحي تناول الفاكهة اوكي number five سؤال الخامس هنقرأ ونختار الاجابة الصحيحة number one i for eight hours هنعمل اي كده لمدة ثمان ساعات eat هاكل drink هشرب هنام يبع اكيد i sleep انا بنام four eight hours لمدة ثمان ساعات number two let's our living room هنعمل ايه في غرفة المعيشة clean هننظفها help هنساعدها eat هنكلها اكيد هننظفها let's clean هيا بنا ننظف our living room حجرة معيشتنا number three i am sad انا حزين i feel طب انا حزين انا هشعر بالايه happy سعادة unhappy unhappy طبعا غير سعيد لكن excited بمعنى متحمس number four he his lunch box everyday هو بيعمل ايه كده في صندوق الغداء الخاص به كل يوم drinks يشربه prepares يعد او يجهز feels هيشعر اكيد هيجهزه يبقى انا عندي هنا prepares بمعنى يعد او يجهز number five mommy unhappy عايز اقول امي تشعر بالحزن او بعدها مسعادة clean تنظف plays يلعب feels feels بمعنى يشعر اوكي وهنا حطنا لها s للفعل feel يشعر علشان الام مفردة s مع المفرد والجامع بدون اي اضافات اوكي ننزل بعد كده number six والسؤال السادس look and write the missing letters تعالوا كده نكتب الحروف الناقصة number one ورقة شجرة leaf leaf l-e-a-f اوكي number two متعب tired t-i-r-e-d number three هنا مطبخ kitchen k-i-t-c-h-e-n اوكي number four متحمس excited c-i-t-e-d okay number seven هنكتب جملة اسفل كل صورة okay number one هنا الولد ما له الولد ينام او نايم عايزين نقول هو نائم he is sleeping طبعا الولد مفرد مذكر هياخد he وهي بيجي معها is okay he is sleeping وبعد ام و is و r بنحط الفعل ing okay he is sleeping هو نائم تمام number two هنا البنت مع ممتها ممكن اقول البنت تساعد ممتها او انا اساعد monty i help my mom انا اساعد امي اوكي طبعا يا شباب بنبدأ الجملة بحرف كابتل حرف كبير و في اخر الجملة false top نقطة تمام number eight هنا بقى سؤال punctuation سؤال علامات التركيم number one i feel very happy today اشعر بسعادة كبيرة جدا اليوم تمام يبقى انا عند هنا اول حرف بداية الجملة حرف كابتل حرف كبير اللي هو حرف الاي و هنا بعبر عن شعور كوي في الاخر بنحط علامة تعجب يلا نكتبه i feel very happy today number two my mom is very sad ممتي حزينة جدا نفس الجملة اللي فوق اول حرف بداية الجملة حرف كابتل حرف كبير letter m حرف الام و هنا بعبر عن شعور يبقى انا هاخد علامة تعجب امي حزينة جدا اوكي نيجي بعد كده والسؤال التاسع اقرأ وضع علامة صح او خطأ true or false number one i play tennis انا العب تنس الولد ده يلعب تنس يبقى طبعا false خطأ number two they clean the playground هم ينظفهم الملعب ده ملعب طبعا false خطأ number three i feel thirsty اشعر بالعطش الولد ده عتشان هنا جايب لمية يبقى هو عتشان true صح تمام number ten look read and complete هنقرأ ونكمل الجملة انا عندي هنا feel بمعنى يشعر cola اللي هي الكولا المياه الغازية eat يأكل number one space مسافة healthy food هقول له feel healthy food اشعر طعام صحي cola healthy food مش هتنفع لكن عندي هنا eat healthy food يعني كل او تناول طعاما صحيا eat healthy food اوكي number two don't drink لا تشرب الولد ده بيشرب ايه cola don't drink cola لا تشرب الكولا المياه الغازية اوكي number eleven السؤال رقم 11 هنقرأ الكطعة هي مش كطعة هي فكرة صغيرة كده وبعد كده هنختار الاجابة الصحيحة عمر ودينا are at home في المنزل in their living room في غرفة ايه المعيشة they are talking to mommy يتحدثون الى مامتهم mommy feels unhappy and tired الام تشعر بالايه unhappy غير سعيدة and tired ومتعبة عمر ودينا can help her عمر ودينا يستطيعون ان يساعدوها they can't clean the kitchen يمكنهم ان ينظفوا المطبخ now الان mommy is very happy الام سعيدة جدا okay number one عمر and دينا are in there عمر ودينا كانوا فين في living room يبقى نختار هنا living room number two they are talking to هم يتحدثون مع بيتحدثوا مع مين او الى مين daddy الاب mommy mommy grandma الجدة يتحدثون مع الام number three now الان mommy is very الام دلوقتي مالها very happy سعيدة جدا okay وبكده نكون انتهينا من شرح وحل تدريبات unit one الوحدة الاولى كاملة نلتقي ان شاء الله الفيديو القادم وهنبدأ في unit two الواحدة الثانية متنسوش تعملونا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة okay see you next time goodbye don't forget to like subscribe and share the video goodbye